نمشي معاك الموسم ككل تقييمك للموسم كيفاش كان الموسم أبرز اللحظات اللي عاشهم سيف غزال وبقية الإطار الفني مع فوزي البنزارتي شفنا فيديو اللي عاملة بوليميك على المستوى الإيجابي خلينا نقوله فيديو متميزة برشا وقد شفنا سيف غزال محمدا ينفخة فوزي البنزارتي في السيارة بعد مباراة على ما يبدوني اتحاد بن جردان والاحتفال للثلاثي هذا يعني فم أجواب فم لحمة شفنا لحمة كبيرة أخوية كبيرة حب صادق حب كبير وإذا كان هذا الكل كيد وراكم كان فم جمهور بالنسبة لي يعني يعتبر رقم واحد هذا الموسم جئيسة أفضل جمهور هذا الموسم ما نجم نعطيها كان للجمهور الكبير جمهور النجم الثالسح صحيح أول حاجة مبروك علينا مبروك على جماهير النجم الثالسح لكل وصبح لكل تيتر هذا اللي الناس كل شاركت فيه لحقيقة الجمهور كان عنده لحقيقة الفضل الكبير بالتتويج هذا سواء لعبنا في سوسا ولعبنا لخرج سوسا فم مقابلات اللي تحولوا لحقيقة بعد هذا غفيرة حتى ما دخلوش شوفناهم في طريق الذهاب ولا طريق العودة لحقيقة كانوا اكزمبلير حتى المقابلات اللي في سوسا كما كانوا يحكيوا الوخيان حتى اذا كان فما رمية متاع حاجة ما غير ما يدخل حتى حد جمهور النجم الثالسح لي هو اللي خرجهم الحقيقة كانوا اكزمبلير على الاخر وكانوا هما البرانسيبو اكتور متاع التيتر هذا كيف هم كيف الملاعبية الحقيقة عندهم دور مشترك كان موسم صعيب اول ما بدين الموسم ما ننساوش المشاكل اللي حكيوا عليهم الناس كل المشاكل متاع النجم الثالسحلي وخاصة الثالس مقابلات اللي وفات بهم الموسم الفرد المقابلة النادي الافريق مقابلة التراجي ونجم الثالسحلي بعد مواسم وسنوات كان يشاركوا بانتظام في المسابقات الافريقية يلقى روحوا خارج المسابقات الافريقية يلقى روحوا عنده برشا مشاكل برشا قضايا برشا خطايا يعني لغطة كبيرة الحمد لله بعد قدوم الادارة جديدة تخلنا مع اخوة محمد مع سطاف اذاك محمد مونير بوراوي نادر لحقيقة سطاف كان متكامل حاولنا نخدمه الابجكتيف متاعنا كان واضح حتى مع رئيس النادي يجعلنا الامور الادارية عند الادارة يكونوا فضل من الاشكاليات بدنا بفكتيف اللي كان ردوي وانتي ممنوع من الانتداب عمرنا فترة محترمة صحيح في الأخر خسرنا المرتبالولة لكن كان الابجكتيف متاعنا جميل هذي الساحلي كونه نتعدل مرحلة التتويج بنقاط حوافز وهذاك اللي صار ثم بعد جاء سيفوزي لحقيقة بعد مقابلة النذر هذي سفاقسي أول مقابلة معنا سيفوزي كانت مقابلة تطوين وخذي المشعل وبالكسبريونس بتاعه خطانة من الكلمات التحكي فيه كيفاش سيفوزي الكمبورتمان بتاعه فوزي مزارة سيتوني لجاند فيفونت لحقيقة معناها نظرته للتيران نظرته تسكي تاكتيك نظرته للملاعبية كونسبسي بتاعه في اللي سيانس دانترمان سي حاجة كسبسيونيل معناها كتبت تكتب عليها سيفوزي إن واحد من الناس ربحت بارشة هذا السؤال سيف شنو تعلمت من فوزي وفما أكيد إضافات ليك مع فوزي في كارييرك اليوم النجم تخدم بهم للمستقبل شوف هو أهم ملاحظات اللي عند سيفوزي كونك يلزمك ديما حتى في حصص تدريب تقرب لماكسيموم للمقابلة معناها الحصص تدريبية يلزمها تكون قريبة للمقابلة التعامل مع الملاعبية يلزم يكون كيما في المقابلة كيما في التمارين يلزم يكون كيف كيف الملاعبية يحبهم نفس نفس اللي يقوموا بها في التمارين يلزمهم هذاك هو لأنه المقابلة والخين يعرف والمقابلة هي الوجهة متاع التمارين أسبوع كامل اللي تعمل في أسبوع كامل نجم معناها يظهر لك في المقابلة صحيح لجورجي نجم ديو ديباء لكن ديما عنده تفكير معين حتى علاقته مع الملاعبية يكون قاسي ويكون صعيب وهلوخين يعرفوا كيفش صعيب مع الملاعبية لكن وفات سيونسان ترمون معناها معناها يقولش عليها ما صار حتى شيء يفدلك ويضحك وأكشفته معناها علاقتنا بيه هنا ونفخه أكشفته في الفيديو معناها حتى النقاش الحاد معاه في البيرو قبل التمارين ولا قبل المقابلات ولا بعض التمارين يكون نقاش حاد لكن نخرجه بفكرة واحدة لحقيقة انكتشفته كمدرب نعرفه قبل الملاعب لكن كمدرب يسمع يعطي فيك الثقة والدليل معناها حتى في المقابلات يعطينا الحرية باش نقدم ونعطيه توصيات ونحكيه مع الملاعبية ويأخوا بالرأي لكن دي ما عنده الكو هذيك اللي يخضر لها ما كان حتى حد يستنى كونهم مش يكون مثلا عليه سوما كلاعب متوسط ميدان دفاعي مقابلت الند دفريقي حتى واحد ما كان يستنى اللي لوأي بنحسين اللي هو لعب رواق ووجومي مش يحطه كاريير درواء طلعباها سيفون حتى سيفة يمكن ندمج مع فوزي المزارتي حتى في الطون بتاع الكليم وكان نقسمع فوزي المزاري هذه حاجة من الحاجات اللي تعلمتها من عنده ويلزم دي ما بتخلي الملاعبي ما يكونش معناها راضي بالمردود اللي عدي فيه ما يكونش راضي بالشي اللي يعمل فيه سترع ليلزم دي ما تشجعو لأنه عنده هو يلزم أول حاجة كلمة دي ما يقولها الملاعبية ما فميش حاجة تجي ما غير سوفرانس ما غير تضحيات هذو هم أهم حاجة كلمتين عنده لأنه يقول لهم التعب مش في الساقين إذا كان المنطع يكون قوي اللي بدان حتى يبدأ تعب يتبع وانت تحكي لالأجواء سيف وأكيد فوزي بزارتي يا بقديمة رقم واحد لكن حكيتنا على الأجواء حكيتنا على الفرحة الكبيرة هات نشوفوا الأجواء اللقب أجواء البطل خلينا نقولوا النجم الساحلي ونرجعوا لنقاش وأكيد مواصلين مع فريق جوهرة الساحلي أكيد كانت هذه الأجواء المتميزة أجواء الفرحة أجواء تتويج لحظات من التاريخ لحظات كبيرة عاشها فريق النجم الساحلي عاشها جمهور النجم الساحلي عاشتها أكيد سوسة الكل وكل أحب النجم الساحلي من كل ربوع الجمهورية التونسية ظلي عيادي وسنين دائما العيد عيدين بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي سيف عندك إضافة يار الحقيقة فما حاجات معناها شد انتباه المقابلة هذيك والاحتفال أول حاجة نحب نبارك الأولمبي البيجي أكيد الفريق الكبير والحقيقة على الجزة اللي عملوها مع النجم الرياضي الساحلي الحقيقة جزة كبيرة برشة ممكن برشة هو الممر الشرفي اللي عملوها الملاعبية شفنا حجم هما على الأخر متميزة وهذي اللي حبوها علاقات الجماعيات ببعضها لأنه من برشة بالعقلية المدرب أنه يأثر على الملاعبية حتى المسؤول حتى المسؤول أكيد العلاقات المسؤولين الزمان العلاقات كانت كبيرة هذه المسؤولين هي البوابة باش تسهل تنجم الجماهير هذيك من الجموش نحكمه في الجماهير وعلاقات الجماهير ببعضها لكن المسؤولين يجب أن يكونوا في نفوه آخر فما التنافس الرياضي لكن بعض علاقات مهمة جدا لحقيقة نحب أن نشكر مرة أخرى الأولمبي الباجي على الجهز الكبير اللي عملوها الملاعبية النجم الساحلي والفريق النجم الساحلي مش تحسب بلهم معناها في التاريخ فما اللقطة كما المقابلة فما نحكيه في السيناريو نحكيه في التغييرات مع سيفوزي لكن المقابلة هذي ما كتعرف هي مقابلة احتفالية كان لحقيقة بعد مقابلة النجم الأفريقي أحكيها مع يسين الشيخاوي قالوا نخم باش تكون موجود في المقابلة الأخرينية إن شاء الله إذا كان نكون أبطال وإذا كان اللي صار كنا عملنا اجتماع مع الملاعبية وقال لهم مصيفوزي على زوز تغييرات مهمية وقتها في المقابلة هذيك اللي هو أيمن البلبولي وياسين الشيخاوي صحيح مزال ورديوكاسيون مين الجمش لكن بالقوة متاعه وبالعزيمة متاعه معناها خمامنا باشيالعب حتى دي سيجون المهمية تكون موجود في التدويج هذيك والحمد لله السيناريو كان وكانت لقطة مهمة وكيد شفناها بصراحة تصلج الصدر خيار وعندك تغييرات هذوم وعندك لقطة اللقب وقتها حكاية البلبولي وياسين بعد ما وفات المقابلة وفات المقابلة لموا الملعبية في البستيار وقالوا ولي مش يتوسطوا هما زياد بغطاس ليرفع المعنويات ويستاهل زياد على الموسم اللي عديه باش يكون هو أول واحد يرفع اللقب في الصورة هذه الحقيقة وهذه حاجة ممتازة معانا هذوم ثلاثة حاجات حبيت الجماهير تعرفها لأنهم دي دي تاي مهمين في فريق كما نجمل سيحل الجماهير دي تاي